القرار ده رغم أن أنت أصلاً ليك معرفة بأسوريو أنت اشتغلت مع أسوريو في مونشستر سيدي والله الأسوريو طبعاً لأنني اشتغلت معك هلاعب وهو كان مدرب بتاعي طبعاً في السيتي في 2005 وكنت سعيد جداً بالقرار أنه هو الجي نادي الزمالي لأن أنا قبل ما يجي عارف مين أخوان كارلوس وعارف أنه هو مدرب على مستوى عالي جداً ده طبعاً كان السكواد في 2005 لما أنا روحت لهم كان بعديها كنت أنا وجو بارتون ما شاركناش طبعاً في الصورة دي ما كناش موجودين بس نضمنا طبعاً في شهر تمانية ده كان فيها هنجون كبار طبعاً أخوان كارلوس موجود هو تعليمين هناك وكان مع أنا سكواد محترم يعني روبي فاولر عندي كول كان لعيب على مستوى عالي بس السيتي ما كانش بردو السيتي بتاعنا هو طبعاً وكان اللي ستايل بتاع كورة الإنجليزية نفسها يعبد الكلاسيك فوتبول وكده طبعاً مع رامي أو رامي كان هو الرامي عباس وديه في 2005 في ملعب السيتي لما وقعتي معهم ففجأت إن إخوان كان مدرب الليقة كان هو الفيزيكال كوتش وتعبيرنا أنا هو في قاهرة لما جيه كنت سعيد جداً وطبعاً كنت أتمنى أكيد إن أي حد يتمنى إنه هو يشتغل معاه وسعيد جداً للناس اللي موجودة شغالة معاه كمانا تستفيد منه كتير واللعيب هتستفيد منه كتير لأنه هو مش بس مدرب هو كشخص كمان مثقف على مستوى عالي جداً وعنده فكرة عالي جداً ودارس كل حاجة لما تقابلت معايا بقى تكلمته عن الفرق أو تكلمت على حريفة وقلت له الحاجات طبعاً أنا حبيت أوضح له بعض الصورة لكن في حاجات ما قدرش إن أنا أخود معاه فيه عشان عايز هو يكتشف برضو لأنه ممكن أنا أكون وجهة نظري مختلفة وفي نفس الوقت أنا مشيت ممكن لما تكلم عن الفريق لي أو حاجة يكون هو آه ممكن تكون أنت مثلا شايف لازم يشوف شايف إنه لعيب مش معاهل بس هو شايفه مؤهل مجرد ديتو الهيدلاين سلتون أنت جا نادي كبير نادي عليه ضغط جماهيري كبير جداً مسئولية كبيرة جداً محتاج أن أنت تشتغل لو اشتغلت كويس ودرت أن أنت تطور هتبقى حاجة محترمة جداً هو قال لك إيبا لما قلت له كده أنا دائما أفكر أنه سوريو بيفكر إزاي في وسط الضغوط الصغر لا هو ما عنده مشاكل طبعاً الرجل دوت يعني منشباس منشيستر سيتي تدرب مكسيك ست سنين وكاس عالم يعني لعب في أعلى مستويات لا سي بي عبكار يعني سي بي قوي جداً لكن كنت أنا اللي أنا بقول أن الناس تفهمه بس تقدر تفهمه عشان هو لغته مختلف عن كل المدربين زي بقولت لك أنه هو عالي جداً في التفكير فمحتاج ناس معانة يقدر تتعامل معاه وهياخدوا عليه في وقت بداياته